هنبدأ كلامنا بالصلاة على النبي وحاول تشترك في القناة الكبير لأن الملخص سيكون خطير وكامل لو شفت الفيديو الأخير هتدعمنا وتقولوا أنتوا أساطير ولو مش متابعنا أنت أكيد فايتك كتير فيلمنا بيبدأ بألبوم صور لواحد وهو بيدرب الكلب بتاعه وده لأنه كلب حرب ومتدرب عشان يشارك في عمليات عسكرية خاصة بالجيش وبعدها هنروح بقى الجاكسون وهو عضو في الجيش برضو لكن الزمن بهدره بعد ما اصابه هو في خدمته وطلع من الجيش ويشتغل في مطعم ودي شغلانة وملة من وجهة نظره وما كانش حبيبها واتصل بالفرقة بتاعته في محاولة أنهم يرجعوا تاني ينضم لهم وقال لهم أنه عمل فحصة طب كامل ومستعد يرجع وقالوا له لازم ناخد موافقة القيادة ومن الوضح كده أن ده كلام عشان يريحوا رأسهم منه لأنه محدش بيعرف يوصل للقيادة وقالوا له لازم التوصيل دي وبعدها تنضم تاني ولما روح بيته قاعد يكسر شوية خشب لكن جالوا مكالمة وده كان قائد وحدته وعرفوا بموت واحد صاحبهم اسمه رايلي وقال له هنروح كلنا نودعه وقلت أعرفك لو تحب تيجي فراح له كان طريق سفر طويل واتجمع هو وكل أعضاء فرقته والقائد بتاعهم كان موجود وبعد العازة خرج وراء القائد اللي ما كانش بيرد على مكالماته وقال له أنا مش أول واحد أتصاب في الجيش وما ينفعش تستبعدوني بالطريقة دي وحاول معاه شوية عشان ياخد توصية ترجعه تاني وكان بيترجع عشان يرجع ويخلص من تعاسته لكن القائد سابه ومشي وجاكسون ننفع ربيته في الشارع وتاني يوم القائد بتاعه صحاب طريقة عنيفة شوية وقال له كنت عارف ان هلاقيك هنا فوق كده وتعلق بيني في الكتيبة وسابه ومشي وجاكسون فرح وقال له الناس كلها بتقول عنك كلام مش لطيف لكن أنا عارف ان قلبك ده مصنوع من الذهب وجاكسون راح يدخل الكتيبة لكن تصريحه كان منتهي والامن ما وفقش يدخله وجاكسون كان بيترجال حد ما القائد وصل وقال له ده تبع كتيبة الحارس ودي تقريبا حاجة كده كبيرة عندهم وجاكسون بدأ يتنطط على فرض الامن وسابه يدخل وهو طبعا كان في قمة ساعدته والقائد بتاعه طلب منه خدمة مقابل انه يعمل له التوصية اللي هو عايزها عشان يرجع الجيش تاني والخدمة دي انه ياخد الكلب بتاع رايلي اللي مات ويودي الاهله عشان عاوزانه يحضر الجنازة العائلية بتاعته وكانوا كلهم خايفين منه لانه كلب شارس وممكن يأذي اي حد والطريق اللي هيمشيه كان طويل وللأسف الكلب ما بيحبش الطيران وجاكسون بقى ملزم ياخده في عربيته والقائد قال له لو نفست المهمة دي بدون اي غلطات هترجع تاني وكمان قال له بعد ما تخلص المهمة دي هتودي القاعدة تانية عشان هيقدموه هناك وده لانه كلبة حربه وما ينفعش يختلط بالبشر ومهمته كده بتخلص بعد موت صاحبه وجاكسون ما كانش حابب فكرة اعدامها وقال له هخفيها لكن القائب بتاعه رفض وهي دي بقى الكلبة اللي المفروض هينقيلها وجاكسون دخل لها عشان يربطها بسلسلة وكان متطمن لها لانها المفروضة عرفاة وفعلاً كانوا صاحبه حلوين لحد ما لمسوا ادنها في هجمة علي وضربته وده لانها حساسها من عنده ادنها واخدها في قفص واخد شوية التعليمات في المعاملة معها ومشي والكلبة فضلت تهيص شوية وحاولت تكسر القفص ومكانش مبسوط بالكمامة اللي كانت في وققه ولا حتى كانت مبسوطة مع فكرة انها محبوسة وجاكسون نزل عشان يفكها وقال لها هفكك بس لو عضتيني هيسيبك محبوسة والكلبة سكتت وجاكسون شار الكمامة من علاوشها بكل حرص وقفل عليها تاني ودخل مكان يتضرب على التصويب عشان لما يرجع الكتيبة يكون جاهز والكلبة كل ما تسمع صوت ضرب النار تتعفرت وتحاول تكسر القفص لحد ما كسرته فعلا وخرجت وجاكسون رجل للعربية وشاف الكلبة وهي بتقطع فرش عربيته ومكانش عارف يعمل ايه وكان مدى قوي وخايف يدخل العربية فراح يشترى لها وحط لها فيه منوم وقال لها اخر فرصة للإعتذار وإلا هرمهالي والكلبة معبرتوش فرمالها الهدج ولما كلته نامت وجاكسون كمل طريقه هو فرحان في الكلبة وبيقول لها راح فن النشاط اللي كنت فيه ومش لحد ما وصل نادي ليلي وحاول اشقط اي بنت لكن كل كلامه معهم تافه ومفيش اي حاجة فيه تشد اي بنت وكلهم يعني احتقروا كده واسابوه مشوا فراح للكلبة واعتذر لها على المخدر وادها مياه يشربها وحاول يعني يأكلها من ايده لكن الكلبة ما وفيتش وده معناه انها مش واثقة فيه وبالمناسبة هي الكلبة دي كان اسمها لولو لحد ما فيه بنتين ماشيين وراحوا شافوا لولو واعجبوا بيها وجاكسون استغل الفكرة عشان يتعرف عليهم وعزموا يروح معهم البيت وقعد معهم ونسي لولو في العربية اللي عادت هاوها وبصوت عالي وكانت مسماعة الشارع كله وجاكسون كان سماعها بس كم منافض لها لحد ما فيه واحد رحلها عشان يساعدها عشان سابت عليه وجاكسون شاف واحد جنب العربية فراح عشان يشوفوا بيعمل ايه والراجل طرع ناوي يكسر الازاز بالحجر فقال له سيب عربيتي في حالها ويمشي في حالك وملكش علاقة بحاجة والراجل قال له الحيوانات بشر برضو عندهم ارواح وبتحس وكسر الازاز بالحجر وطر لان الكلب خرج وطر وراء والكلب كان يبقى لشه لكن جاكسون مسك الكلب وليحق منه بس الكلب كان مصمم ما يسيبش الراجل لحد ما خد حتة من الجاكت بتاعه والراجل قال لهم انتو مجانين وانا هاتصل لكم بالشرطة انما انتو مجانين بصحيح يعني تكسر الازاز بتاع العربية وانت كمان اللي تتصل بالشرطة والبنتين لما شافوا اللي حصل خافوا من جاكسون وسبوه فننفع عربيته لتاني يوم ولما سيحاول يشرب مياه لكن الكلب نط خدها منه ورجع تاني وكملوا طريقهم والكلب قاعد يتعفرت ويتخانق مع الحبل اللي ربته لحد ما فك نفسه منه وجاكسون اطلخم معه كان هيلبس في عربية تانية والكلب نط من العربية وهرب لحد ما دخل في غابة وجاكسون راح وراه لكن وقع ومعرفش يلحق الكلب واختفى من قدامه والكلب كان مصابه بينزل دمه وجاكسون ماشي وراه الدم لحد ما شاف بيت ولما دخل وكان شكله مش مريح وهو ما كانش متطمن وحاسس بحاجة وراه لحد ما تضرب بسعم في رجله وما شافش اللي ضربه وبعدها نام لان ده كان ساهم مخدر ولما فقلع نفسه مربوط في كرسي وقدامه كاميرا بتصور اللي بيحصل وفي واحد ضخم ظهر وراه قال له انت شغل مصلحة مين والراجل كان شكله عدائي خالص وقال له معك خمس دقيق وهرجع لك ولو ما تكلمتش خلص عليك زي ما خلصت على كلبك وجاكسون وقع الكرسي بتاعه فضل يقاوم لحد ما فك نفسه من الكرسي وخد فاس وراه وراه الراجل لحد يعني ايه ما وصل بيته وكان ناوي ولا مش هقولك هو كان ناوي على ايه لانه باين عليه هو هيعمل ايه لحد ما شاف كلبه واقف عادي ومصف رجله وبعدها سمع واحدة بتكلم الراجل وبتقول له اعتذر للي انت مسكته وسيبه لان اللي بتعمله ده جنون وبعدها شافها وهي قاعدة مع الكلب عادي وما كانش بيحاول يأذيها وكمان كال من ايدها وجاكسون دخل عليهم فخافه وسألها ازاي الكلب كال من ايدك وتعود عليك بسرعة فقالت له عادي وبالمناسبة تقدر تعمل كل اللي تحبه في جزء العبيد ده مش هزع لعلي ولا حاجة وجزء اعتذر له وجاكسون ساب السلاح وهي قالت له انها هتعالج رجل الكلب على قد ما تقدر وديتهم مصصتين واخدت الكلب ومشيت وجاكسون لبس سروب حريمي بدل هدومه اللي تستخد وبدأ يعلم الراجل ده ازاي يفك نفسه وهو مربوط وبقى اصحاب لحد ما الكلب خرج من وسطهم وهو بيجري والستة دي طلعت بتعمل تخاطر او تدخل العقول ودخلت في عقل الكلب وفهمت منه انه عاوز ينام على سرير بفرش ناعم وعاوز تاكل اكل حار واكل حار ده شبه الاكل الهندي وجزء هتريق عليها عشان الكلاب ما بتعرفش الاكل الهندي ومشي وجاكسون خد الكلب ومشي والكلب هرب منه في نص الطريق ودخل مكان في فراخ كان له كان فرخة منه وراح اشترى لعبة البنته والكلب كان هيكلها لكن جاكسون خدها منه وبعدها قال الكلب محدش هيدخلنا بمنظرنا ده الفندق فاخر لكن انا عندي فكرة لازم تساعدني فيها ولبس الكلب درع الجيش بتاعه وهو عمل نفسه اعمى ودخل الفندق وكان فندق نظيف وطلب غرفة لهوى والكلب وموظفة الاستقبال لما شافت انه كلب جيش شكرته على خدمته وديتهم غرفة مجانية وده لان جاكسون كان عارف انه كل الفنادق بتقدم للجنود المصابين وكلابهم الابطال غرف مجانية وكان مبسوط اوي وخد الكلب عشان ينظفه ويفرفشه لكن الكلب رفض يستحمى لانه مكانش متطمن لجاكسون وجاكسون كان عبيت اوي وهو بيحاول معاه لحد ما دخلوا مع بعض واستحمه والباب خبط عليهم والمعلم كان هيخرج بدون ما يعمل نفسه اعمى لكن افتكر في اخر لحظة وظبط عدته ولبس ندرته وفتح الباب وطلع موظف الهوى سكيبينج وجايب لهم اكل هندي ومجاني برضه وده جاكسون طلبه عشان الكلب والكلب طلع على السرير الناعم الجميل اللي كان عايزه نفض نفسه ونم عليه وكان مبسوط جدا بالسرير وجاكسون حاول يأكله من ايده لكن برضه الكلب رفض ولما سابله الاكل كله وبعدها كان هيخرج والكلب خدر عوراه وراه اللي هو انا رجلي على رجلك وجاكسون مرضيش ياخده معاه لكن بعد الحح كتير من الكلب خده معاه وكان رابط بقه لما نزل خبط في موظفة الاستقبال اللي اديته الغرفة على انه مش شايفها ولما كلمته قال لها انا عارف السود ده فعرفته بنفسها وقعدوا يتكلموا شوية لكن الكلب شاف واحد عربي لابس جلبية وده شبه الناس اللي تعود انها بتشوفهم في الحرب فجري عشان يهجم عليه وجاكسون طار وراه نيسي انه اعمى وبوز الدنيا لحد ما الكلب هجم على الراجل وجاكسون شاله من فوقه واعتذر للراجل وبعدها شاف الفندق كامل بيتفرج عليه فقال لهم ايه ده ايه ده انا بقيت بشوف مش ميصدق نفسي فاتحبس والزابط حقق معاه وهو ما كانش بيقوله ان ده كلب حربه والمفروض انه كده هيتحبس لحد يوم الاتنين ولان جاكسون كان عاوز يوصر الكلب يوم الحد قبل الجنازة قال للزابط على الحقيقة وقال له انه عضوه في الجيش وده كلب جيش ولازم يوصره يوم الحد لصحابه عشان يزبطوه العزب بعد يومين والزابط طلق بيكره بتوعي الجيش وفرح قوي ودلق انه هيشمت في جاكسون براحته وشمت فيه بطريقة صعبة وبعدها سبوه مش ولما وصل اليوم الاتنين بدأ يتصور مع المجرمين وكان محتاج على اللي بيحصل وقال لهم انتو بتعملوا ايه انا عاوز اعترفه ودلق ان الكلب عمل اللي اتدرب عليه عشان يعمله وللاسف هو اتدرب عشان يهجم على الناس اللي شبه الدكتور وبعد ما سمعه الزابط المسؤول عن قضيته ساب ويمشي وكمان سلموا الكلب تاني والزابط راح يشمت فيه تاني لكن جاكسون انتقم على طريقته الخاصة وخد الكلب ومشي لحد ما راح يزور بنته ويديها اللعبة لكن لما شفته ما عرفتوش وامها قارت لها ده مجرد واحد صاحبي وبعد ما دخل رجع تاني وهو متضايق ودى اللعبة للكلب وقال له خد بقت بتاعتك ومن نصيبك يا ابن المحظوظة والكلب فارتكها وبعدها راح لاخه راي لصاحب الكلب وكان معه كلب برضو وده اخه اللي مع جاكسون وقعدوا يلعبوا مع بعض وجاكسون كان خايف منهم والكلب بتاع الراجل اسمه نوك والمفروض انه كان كلب حرب برضو بس متعدمش لان الراجل ده طلع الورق تبني ودلوقتي الكلب بقى تمامه مبقاش عدائي زي الاول وجاكسون خرج يكمل طريقه لكن لا عربيته مفتوحة ومسروقة كليا وقلبهم الكلب تسرق وكل حاجة والراجل ده خلى الكلب يشم اي حاجة من العربية وفعلا فضل يشم ويمشي بيهم لحد ما وصل العربية تانية مسروقة من نفس الشخص وبعدها ميشي بيهم لحد ما وصل لناس مشرادة عايشة تحت كوبري ووصل بيهم للحرام وخدوا منه كل حاجة وكانت نحقه الحرام ده المهم هو هم خدوا حاجتهم ويسابوه ميشيه وجاكسون خد الكلب وكملوا طريقهم لحد ما العربية اتلت واضطر يكمل طريقه ماشي وده لانه تأخر ومعادش في وقت للدلعة وميشي لحد ما في ناس خدتهم معهم في طريقهم لحد ما قربوا شوية ونزلوا يكملوا طريقهم والكلب كان تعبان وجاكسون شاله على قفا عشان ميستعجل وميشي بيه كتير لحد ما وصل للجنازة في وقته بالزبط وخلاه يحضر الجنازة والكلب اول ما شاف صورة صاحبه كان عاوز يروح لها وجاكسون سيابو فرح وقعد تحت الصورة وخد الكوتش بتاعه في حضنه وفضل قاعد كده جنب صورة وكوتشي صاحبه لحد ما الجنازة خلصت وهو متعلق باخر حاجة فيها ريحة صاحبه وجاكسون سلم لأهل راي لشنطة ابنهم اللي مات وخد الكلب عشان يرجعه تاني بقى عشان يعدمه واتصل بالقائد بتاعه وعمله التوصيل المطلوبة فعلا وقال له انه عاوز يربي الكلب لانه صعبان علي انه يموت وهو كده كده بقى افضل في المعاملة مع الناس لكن القائد رفض وقال له نفس اوامرك وما تقرفنيش وخده معاه عشان يرجع بيه ووقف في نص الطريق وحاول يمشيه عشان يقول لهم هرب مني لكن الكلب رفض يمشي وجاكسون خده وراحه فندق عشان يريحه شوية والصحب الليل وهو بيعاني من اصابة راسه وما كانش لسه تعالج منها زي ما بيقول وكانت مدمرة ونام في الارض التاني يوم وخد الكلب عشان يسلمه للمنطقة اللي المفروض يسلمه فيها وبعد ما سابه معاهم ومشي شاف الكلب بيقاوم وكان بيقاوم بكل قوته عشان يروح له تاني فصيب عليه واشتغلهم بكلمتين وخد الكلب تاني ومشي وامن البوابة قال له انت نسيت بطاقتك فقال له تقدر تخليها لك وخد الكلب وخلع عشان يربيه لحد ما عارف بعد كده ياخد ورق التبني من الجيش وبقى أصحابه وحياتهم بقت حلوة وكمان مراته سمحت له شوف بنته وخد الكلب وقعد بيه على البحر عشان يهديله أعصابه وهنا بينتهي في المنا وأتمنى تكون المشاهدة عجبت حضراتكم وأتمنى تدعمونا بالاشتراك في القناة واللاقي الجميل واتفعلوا زر الجرس وشكرا على وقتكم